هقولك على حاجة لو عملتها انت بتحمي كفاحك المستمر وده تمن محتاج ان الواحد يتحمل مسؤوليته بطيب نفس ألا وهو التناغم مع الهزائم الحياة دي فيها مكاسب وأفراح بنشكر ربنا عليها ودي عبادة وفيها هزائم وأحزان بنصبر عليها ودي عبادة الشكر والصبر كما قال الله في القرآن إن في ذلك الأحداث دي كلها إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ودول كما يقول العلماء نصفين الإيمان صبر وشكر وانت لن تسأل عن النتائج انت بتسأل عن السعي وساعات كتير وما تاخدش الكلام ده كأنك لا شيء كده ملوش لازمة ساعات كتير بيبقى المعنى في الرحلة مش في النتيجة فانت ممكن تخوض رحلة فيها كفاح والنتيجة ما تبقاش جبر خاطر قوي بس أنت تعلمت كتير انت بقيت واحد تاني عشان كده ربنا كان دايما يقول للصحابة بعد أي أزمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين خدت بالك من لا تهنوا دي بلاش وهن لا تهن غير لا تحزن الوهن انكسار للهمة انكسار للكفاح ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إيه يمسسكم قرح ده شيء طبيعي جزء من الدنيا إيه يمسسكم قرح يعني أزمة فقد مسى القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ليه بتداول الأيام لأن كل حدث فيه شكر وحدث فيه صبر بيكون عقدتك في ربنا ويكون شخصيتك هذا طبيعي جدا فتناغم مع الهزائم نهارده الأم طالع عينيها عشان العيل تزاكر وصقت الولد ماينكسرش كفاحك زي ما انت هو ليه قصة أصلا ابنك ده مع الله وربنا بيعلمه حاجات أنت أجرتي وتحقق المقصود من كفاحك أنك أنت تعبتي عشانه بكرة ربنا يجبر بخطرك فيه أضعاف مش كل اللي صقته بقى فاشلين في الحياة فلا ينكسر كفاحك واحد عمال حطت القرش على القرش عشان يفتح شركة ييجي مرض أو حدثة تاخد كل الفلوس والحلم اللي بقى له خمس سنين يتوقف أجرت بنيتك وفعلك وانت لا تسأل على النتيجة انت تحاسب على نيتك الطيبة علشان كده دايما نراجع العقيدة عليك الفعل تؤجر عليه وده اللي مطلوب منك وده العبادة أما النتيجة على الله ولا تحاسب عليها ربنا بيقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الحب والنجاح والانبساط والصحة كل النتائج اللي الناس بتكافح عشان توصل لها في خزنة ربنا هتنزل في وقتها واصبر وما صبرك إلا بالله لا تعجل ويعيش مع ربنا في منعه وعطائه وانت بتكافح بذل المجهود لتحقيق المقصود ده اللي تحمي بيه رحلة كفاحك من إن الشيطان يكسرها لك لو لم تتحقق النتائج اللي في بالك اشتركوا في القناة